النقطة الأساسية في الكتاب أو الفرضية الأساسية في الكتاب هو كيفية تكيف القبيلة مع الديمقراطية فظهرت على سبيل المثال تنظيمات سياسية في تسييس القبيلة تنظيمات سياسية ذكرناها في نفس الوقت المعارضة والموالات ارتبطت أيضا بالقبيلة وارتبطت بالطائفة خلدون النقيب تجربته معك كيف تقرأه في القبس خلدون النقيب من المفكرين العرب والكبار يعني من أمثال فوال زكريا شاكر مصطفى يعني وعنده كتب بس خلدون النقيب في عنده كتب يعني مثيرة للجدل اللي هي انتقاد القبيلة وانتقاد القبلية وانتقاد التطرف الديني وهذا يعني لما واحد يتكلم بفكر عميق في هذه المواضيع هذه لهم مريدين وفي لهم قوة وفي عندهم امكانيات للرد فتعرض كثير من الهجوم من قبلهم لكن ما في شك خلدون من العقليات المبدعة خصوصا في التاريخ العربي